إذن مشاهد تصلنا من المركز الدولي لمؤتمرات وتحية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوسائل الإعلام وللصحفيين المتواجدين هناك الذين يقومون ويعملون على تغطية هذا الحدث التقوي الهام والمتمثل في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وكما كنا نتحدث طبعا في السياق أهم الملفات المطروحة خلال هذه القمة والتي يمكن أيضا أن نطفى للسطح الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمالية وعن وضع في المستقبل القريب لما لا خطة لإنشاء منظمة أو تكتل على غرار منظمة الأوبك معنية برسم سياسة واستراتيجية غازية على المدى القصير والمتوسطي والطويل تكون طبعا في صالح الدولي المصدرة للغاز وتتقدمهم طبعا الجزائر كثير من الآراء التي ترى أنه حان الوقت لكي يتحول منتدى الدول المصدرة للغاز في إطار مؤسساتي لها قواعد طبعا وآليات عمل ورؤية واستراتيجية موحدة إذن منتدى الدول المصدرة للغاز طبعا يهدف في نقطة أخرى إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي في تحقيق المزيج الطاقوي الأمثل والقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي سيتوج طبعا بإعلان الجزائر ومن المرتضر أن يرتكز على التأكيد على دور الغاز الطبيعي خاصة في التحول الطاقوي على اعتباره طاقة نظيفة مقارنة بالطاقة الأحفورية الأخرى وسيكون الغاز أفضل مرافق لهذا التحول الطاقوي كما قال وزير الطاقة عرقاب والذي وصف هذه القمة بقمة التحدية الكبرى بالنظر إلى الظروف والسياقات التي تصاحب والتي صاحبت أيضا انعقادها والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي وكذا الدولي الاجتماع طبعا الذي يأتي في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها سواق الطاقة خاصة الغاز ما تستوجب دراسة ومعالجة طبعا القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي لاقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة من أجل مواجهة طبعا التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت إذن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز ملفات وأهداف استراتيجية تتدافع لسياغة إعلان الجزائر ونذهب الآن بشرة المشاهدين الكرام إلى المركز الدولي المؤتمرات وقمة منتدى السلام على أشرف المرصدين